أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أقرأ أعزائي المشاهدين خلونا أراحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجمة الكبير كابتن أحمد أو دكتور أحمد فوزي أزاك يا دون؟ حبيباً كابتن أسلام صحيح 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 والحقيقة برضو أنا معرفش على الخبر ده صحيح ولا مصحيح بس أعتقد أنه إن شاء الله خبر صحيح كنت سعيد جداً لما عرفت أن أنت برضو كنت دلوقتي أو موجود في الجهاز الفني لكابتن ربيع عسين في نادي أسوان أعتقد أنه صحيح الخبر الأول الحمد لله الخبر صحيح نجمة كبير كابتن ربيع عسين طبعاً شرف لأي حد أن هو يشتغل معاه وأنت أحمد الحقيقة من الناس المحترمة جداً فألف مبروك لهذا الخبر الله يبارك فيك والحمد لله بفضل من ربنا لقيت كابتن هيسا مرابي بيكلمني بظروف حاصلت عندهم فالمدرب راح جونا فما كانش عندهم حد فلاقيته بيكلمني وبعدها كابتن ربيع كلمني مشكوراً طبعاً أولاً المنظومة هيلة أنت معك كابتن ربيع قيمة وقامة طبعاً إنسان ولا أرواح ولا أجمل عنده من الخبرات الكروية والتزامات حاجة جميلة جداً 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 شخصية فوق الجميلة معك كابتن هيسا مرابي أكيد رجل بروفيشنال وعنده قدرة على أنه يشتغل بطريقة منظمة نادي أسوان نادي ساعي لأول مرة يمكن تشوف نادي أسوان بصراحة يمكن الإمكانات طول عمرها مش قوية جداً ولكن أعتقد السنة دي هتبقى أحسن شوية نتمنى من الله التوفيق وإن نعمل حاجة كويسة وأهم حاجة أن أنت تبقى رجلك في الملعب أنا بالنسبة لي خطوة كويسة أنا أشتغل دوري ممتاز في السنة ده مع قيمة كبيرة زي كابتن ربيع ربيع أكيد هتضفل كتير إن شاء الله ألف مبروك وأنا أتمنى لك كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية وإن شاء الله تبقى عمل رائع مع نجم كبير زي كابتن ربيع إن شاء الله يا رب ويا رب ونملة بقى إحنا كمدربين أهلي نملة لأنديها كلها عندنا نقص شوية في كمية المدربين يعني مش هتلاقي هتلاقي علي مهر هتلاقي أحمد سامي هتلاقي كابتن عبد النحاس كوشري موجود بس بالنسبة لإسم النادي الأهلي هتلاقي عندها تانية اسمها بيعلى أتمنى يبقى فيه جهاز واثنين وثلاثة وعشرة بيشتغلوا في الدورة الممتاز من النادي الأهلي يعني دي على المدى البعيد بتدينا إحنا تقل سواء للمدربين أو للعبين أو للأسامي اللي موجودة بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة فيا ريت يبقى فيه جهاز واثنين وثلاثة واربعة وعشرة في الدورة الممتاز طبعا لكن ده يخدني للقصة الأهم والأنا كنت بتكلم فيها النهاردة وهي قصة رخصة المدربين يا أحمد وانت يمكن مرة في حديث سابق كنت معايا هنا ايو حصل وتكلم من سنة يعني يمكن أقل شوية ووقتها شوية لكن من فترة طويلة واتكلمت في هذا الأمر وقلت لي يا كابت إسلام دي هتبقى قصة كبيرة جدا في انحنا وقد كان وقد كان ان احنا شايفين واحد زي علي ماهر بقيمة موجود كمدير فني بقيمته كنادي فيوتشر وكل حاجة لكن في النهاية علي قاعد في المدرجات لأن الاتحادات المصرية المختلفة من 2017 وحتى الآن بتتقاعص عن دور مهم جدا جدا لمساعدة المدرب المصري أكيد أنت كاتحاد من أولوياتك تسخيف المدربين وإحنا قلنا كده ودائما بنقول كده أنا يمكن اتكلمت في الموضوع ده في 2018 أول حديث لها جيت هنا من حوالي سنة كده وقلت نفس الكلام قبلها من سنتين في قناة تانية في نين الأخبار قلتها ودائما كنت بناشد بحاجة زي كده مهما كان المدرب هيعمل رخصة أونلاين هيخش يتفرج على تدريبات ها 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 إنما لما ينزل الملعب وفيه قامات بتعرفوا بتفهموا بتشغلوا فألا نعمل من 2017 الغد بقتي 2016 أخر حققت تمانية 2016 طب أنا أقول لك حاجة ها هفكرك حاجة هو عصام الحضري في أول مباراة ليه في بطولة أمه الأفريقية ما كانش موجود على البنش ليه لأنه مش واخد الرخصة الأفريقية ده هو راح عمل معادلة برخصة أسئة في الإمارات فاهم والإمارات عاملة يعني حاجة كده إنه لما تاخد أنت البيب بتاعت الإمارات يبقى إنك خد البيب بتاعت أسيا إنما إيه اللي هي أفريقية إيه اللي هي الأفريقية ما تتسويش الأسيوية اللي هي أساوية أعلى بالأمانة ولكن إنت لما تاخد البيب البيب بتتساوى مع بعضها فهو عصام حتى خلي بالك دي ميزة مهمة جدا مش موجودة عن دينات مصر ها بس عصام هارجع لك نقطة مهمة هقولها لك دي بس أقول لي عشان نتكلم أنا هارجع لك نقطة مهمة جدا في كل الاندية في العالم أو كل الاتحادات اللاعب منتخب ولعب دولي بيبتدي من البي ما بياخدش السي تمام طيب تخير بقى إنها عندنا دلوقتي بنزلهم للدي في استحداث لحاجة كده اسمها دي الدي دي اللي هي ما خدش أي حاجة بدل ما ياخد بتاخد الأساسية وبعدين من الأساسية لسي فلقوا الأساسية وبقى في دي هي هي ماشي بس أنا عايز أقول لك لأ ده أنت لازم أنت لعبته دولي ولكن لازم تاخد دي ثم سي ثم بي والفترة ما بين دي ودي سنتين فتلاتة فخمسة فأنت تقلع عشر سيئين عشان توصل للبي والإيه إنما بقى في الإمارات أنت ترى ما لعبت دولي في أي مبارات دولية أي مرحلة دولية سواء الناشئين سواء فريق أول أو لعبت بطولات دولية ككاس عالم أندية كبطولة أفريقيا مثلا من حقك أن أنت تبقى موجود تاخد بي على طول ودي نفع خلصام جدا تمام لو كانت استنى هنا في مصر كان هيبتدي من السيئ بس هو يعني هو قادر أنه عملها بصراحة يعني ميزة أيها حبيبي هو ده اللي أنا عايز أتكلم فيه تمام إنه عصام قادر إنه هو يقدر يتفع بالزبط ويقدر يسافر الإمارات ويقدر يقود عشر أولا خمسناشا يوم أهلا وعصام صنع كلمة يقدر سوريا عصام ما ما تقدرش لكن أنا بتكلم بكاد دي حقيقة أحمد قادر إسلام قادر يعني في مجموعة في ناس أتقدر طيب والناس اللي مش هتقدر هل أنا مش مطلوب مني يا دكتور إن أنا كراجل عضو مجل وزارة الاتحاد كورة أو رئيس الاتحاد كورة أو لي كينونة في اتحاد كورة القدم إن أنا أذلل هذه العقبات علشان المدير الفني المصري والمدارب المصري يبقى له اسم حتى في أفريقيا يعني أنا دلوقتي كابتو حسام البدري كان طالع يلعب مدير الفني في الجزائر كان عنده مشكلة كبيرة جدا لغاية لما خلص ماشي صح حلها طارق مصطفى لولا إنه هو معاه طارق مصطفى نفس الكلام كان هيتعب كان هيتعب جدا فأنا الحقيقة وليد مضارب اللي جواني معاه اللحي السي في أخير أخذها في 2016 عارف لو ما كانش هيروح ماشي تعالي اشتغل انت بتشتغل في أفريقيا تعالي حاول تروح أسيا محادي شابو الصلا مش هتعرف تخش لأن السي الأفريقية اللي هتو عادل السي الأسيوية أصلا لازم عشان انت الوقت مدربين كل المدربين اللي معاهم سي الأفريقية عايزين يشتغلوا في أسيا بتيجي الاتحادات بترفض وتجبروا إنه ياخد سي من أول وجديد وتبقى مع السي الأسيوية بس أخذ السي الأساسية بتاعتي نحن ما بناخدش حاجة أصلا عندي هنا في مصر أو في أفريقيا أخذ المغرب عملت المغرب عندها دلوقتي عملت عن برو إيه البرو إيه العشرين عشرين مدرب عندهم البرو إيه ليه عملت الدورة عندهم عملت كل حاجة عملت كل حاجة بترتيب يعني مش كل حاجة إحنا بقى المشكلة عندنا كان مش الاتحاد السابق الاتحاد اللي يزي يسبقه بس أنا أنا مش عايز أتكلم أنا بتكلم عن مؤسسة الاتحاد المصري لكرة القدر هي في النهاية من 2017 طب حنتكلم من 2017 طب 2018 طب 2019 طب عشرين واحد وعشرين أنت عرفت عاقب عليك كم اتحاد من 2016 لحد الوقت فيه خمسة ستة لا بتاع سيزانيا بوريدا وبعدين اللجنة السلسية وبعدين اللجنة السلسية وبعدين السلسية وبعدين الاتحاد الكرة الحالي فأنت على أقل أربع اتحادات محدش فيهم فكر إنه هو يصلح المشكلة دي لأن فيه دي مشكلة أصلا مع الاتحاد الأفريقي كان فيها مشكلة مادية جزء ماد دي مع مشروع الهدف وفلوس علينا وحاجات كده فرفضوا وبعدين ما حصلش تجديد من عندنا من بعض المدربين اللي بيدوا الرخص فطبعا عملت مشكلة كبيرة نهيك بعد كل ده مشي كابتن محمود سعد كابتن محمود سعد ولما مشي قفلوا عليه الباب ولغى كل اللي كان بيعمله فبتاقيت تشتغل من السفر من تاني أنا كنت مع اتنين من أعضاء اتحاد الكرة من فترة قريبة وقلت لهم قالوا لي ان شاء الله ان شاء الله في أقل من شهر أو من الكلام ده من حوالي 6 شهور أو 5 شهور وقسم باللازم أحكي لك كده لأن كلنا كلنا عايزين ناخد دي هتوسع لنا أبواب كتيرة ده ببرز إنا ده ببرز إنا ده ببرز إنا كلنا مش أنا وإنت لا ده أنت بتتكلم على الأقل فيه مش أقل من 3000 مدرب في مصر منهم على الأقل هقولك 1300 مدرب ما معهمش رخص نحيك إن فيه مدربين واخدين واخدين مثلا C و B وعايزين ياخدوا زي كابتن علي مهير مش هيعرفوا ياخدوها لأن انت بقى لك 8 سنين ما عملتش حاجة فدي مشكلة كبيرة طب انت المدرب طب لماذا لا أنا عارف هتقول لي اتحاد كرة القدم المصري الحالي على يضغوط وهو خد المسئوليات دي من 2017 لغاية 2022 لكن أوكي أبتدي تحرك انت كنت مع اتنين بتقول من الأعضاء وبصراحة بصراحة أمم الكلام ده من حقيقة 4 شهور وقعدوني الاتنين اني بقى فيه جديد يحصل السنة دي وتحديدا بيقولوا في شهر كان مفروض في شهر 8 اللي فات الله أعلم الدنيا هتمشي لحد فين ولكن وأعلنوا وكابت ودكتور جمال محمد علي أنا كلمته فقال لي ان شاء الله ان شاء الله هتتعمل قريب امتى قريب دي الله أعلم هتخلص امتى بس فعلا هم بيأذوا الناس في شغلها اه مفيش حد بيتمنع من الشغل انما انت السنادي انت مطلع قرار انت السنادي مطلع قرار ان كل الناس اللي شغالها يبقى معها على الأقل سي والمدير المدير الفني يبقى معه ايه والمدرب المساعد يبقى معه طيب انت هتعمل ايه اذا كنت انت التقصير من عندك طيب لو محدش مش هتقدر تنفذها مش هتقدر تنفذها يا اسلام مش هتقدر تنفذها يعني انت هتجي مثلا انا قاعد على الدكة في ايه مطلع هتقول لي اطلع عشان انت ما معكش سيء هقولك اللعيب عندك انت يعني العيب عندك انا هعمل ايه صح العيب مش عندي انا مسدد ومعايا جواب التزديد في منطقة الجيزة من شهر 7 سنة 2016 لحد يومنا هذا معايا بقى كتير عصام كان واحد بينهم امير عزمي مجهد مسك في المينيا معايا امير عب حميد معايا عامر صباح معايا كل الاسماء اللي حد لك بتتكلم معنا دول معهمش اساسا السي اعمل مش السي يا نهرب يا نهرب يا نهرب